السلام عليكم ورجعنا لكم فيدي جديد بالأمس نزلت المقطع وتكلمت فيه عن أماكن لصناضيق أو صندوقين كنز جديدة على الجزيرة كل صندوق يعطيك 15 ألف فلوس وشوية أربي ولكن الشيء المهم اللي نسيت أقوله أنك بتأخذ 100 ألف فلوس إذا قدرت تجمع خمسة منهم خلال هذا الأسبوع فبالأمس جمعنا اثنين واليوم بناخذ اثنين وبكرة بتيجينا المئة ألف على الصندوق الخامس الأرباح قليلة لكن شخصيا ما أهتم بالأرباح والشيء اللي أبيه أني أكمل الإنجاز لأنه احتمال فيه أشياء إضافية بتأخذها لكن ما أعلنوا عنها فإذن ندقل لمكان الصندوق الأول وعلى الخريطة صاير فوق المطار أول ما تنزل بالجزيرة هناك بتروح وتدور على أحجار كبيرة جنبها بتسمع أصوات الأجراص إذا رحت عند الأصوات بتحصل الكنز وبيجيك 15 ألف فلوس الصندوق الثاني ومثل ما صار بالأمس حطيناه تحت البحر فوق أول كاميرا على اليمين بس روح هناك وبتحصل صخرة كبيرة وجنبها الصندوق على الأرض روح عنده وضغط الحرف اللي طالع على الشاشة وتكون جمعت كل الصندوق لهذا اليوم فإذا ضيعت المكان الثاني حاول تجيب السماعة وترفع الصوت شوي لأن أصوات الأجراص بتأخذك مباشرة للصندوق بالنسبة للأشخاص الليما لحقوا على الصندوق بالأمس عادة جدا تقدر تبدأ من اليوم وتجمع خمس صندوق خلال الأسبوع لأن العرض بينتهي يوم الخميس الجاي كل يوم عندك صندوقين وتقدر تجمع خمس منهم في ثلاث أيام من هنا أكون وصلت لنهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسى من اللايك والاشتراك وشوفكم فيديو جديد بإذن الله